خروف هارب لخمس سنوات والنتيجة لا تصدق اذا كنت ممن يقومون بتربية الخراف وسمعت هذا الخبر بهرب احد خرافك من المزرعة فلا بد انك ستصاب بالصدمة ولكن تلك الصدمة ستنقلب بشكل درامي الا فرحة اذا سمعت عن هذا الخروف في التلفاز ليصبح هذا الخروف من اشهر الخراف في العالم وهذا هو الحال مع خروفنا اليوم فقد هرب من مزرعته منذ خمس سنوات الى ان اثر عليه مرة اخرى قريبا مثقلا بالصوف والذي قدر وزنه بنحو 40 كيلو جراما بتلك الكمية الكبيرة من الصوف على جسد الخروف يصبح هذا الخروف الاكثر غزارة في انتاج الصوف في العالم بشكل غير رسمي اطلق منقذ الخروف عليه اسم كريس حيث وجدوه على المشارف الشمالية للعاصمة كانبيرا وكان يمشي بصعوبة للغاية ويئن بسبب غزارة الصوف المغطى به لنا ان نتخيل رحلة هذا الخروف اثناء هربه فمؤكد انها كانت صعبة الى حد ما فلابد انه كان يتجول واحدا دون ان يراه احد حيث ان الصوف قد تراكم عليه دون ان يقوم احد بتهذيبه لمدة خمس سنوات كسر الخروف بهذه الكمية من الصوف رقما قياسيا جديدا حيث كان يبلغ وزن الصوف المتراكم عليه نحو 40 كيلو جرام محطما بذلك الرقم القياسي الذي سجله الخروف بيكبن في نيوزلندا عام 2014 وهو نحو 29 كيلو جرام اشتركوا في القناة